مؤتمر سن بوتروس بورج ده حصل فيه اتفاقيات بستة واربعين مليار دولار بكم انه هو عاملين تجمع ما بشكل ما انه الناس تقعد مع بعض وييجي الجانب الروسي يقول له عندنا مصنع ساسي بطاتي كده ولسه الرئيس بوتين امبارح قال تصريح غريب جدا قال يا جماعة اي اجنبي عايز يرجع تاني روسيا اهلا وسهلا احنا مش معاقدينا اوي كده قفلت وزعلت وبتاعه شاف ايه حاسس ان روسيا وحشاج يرجع تاني دي ناس اسدزة المصلحة هو بشتغل على مصلحة المهم فبيجيبوا الناس من كل حتة في العالم ويوروهم ايه المشاريع عندنا ايه هو مش لسه مستني بقى يروح ويا الراجل ييجي وبعدين نتكلم طب ما احنا فيها ما تبتأ الدولة المصرية دلوقتي تعمل مؤتمر للاستثمار مش الكلام المؤتمرات دي ما بيتكلموش فيها يعني مش بيجي حد يتكلم ويقول وجهة نظره والاستثمار في العلق خالص خالص احنا جايبين شركات عشان نعرض عليها مشروعات احنا جايين نعمل شغل احنا جايين نعمل شغل لا وعلى فاكرة دولة الامارات من الناس النجحة جدا في تنظيم هذه الاشياء يعني قامت دبي وقامت ابو ظبي منذ عشرات السنين على تنظيم المؤتمرات والمعارض ان انا بعمل معرض والغاية دلوقتي معارضهم تجيب العالم كله في مكان واحد يقعد البائع والمشتري حد عنده اختراح حد عنده حاجة طب انت في مصر الان بصدد بيع مشروعات واحد اتنين انت عايز يجي لك استثمارات طب تعال يا عمي انا عندي الهيدروجين اللاخدر ده انا عندي مشروعات طاقة الشمسية انا عندي مشروع بتاع الكوارتز ده اللي انا عملته ومش عارف ايه تعال اخش معنا ما هو كمان الرئيس كل ما بيفتح مشروع على حاجة يقول ايه يقول انا برحب بالقطاع الخاص احنا بانينا وتعالوا سيادة الرئيس يعني الحجم بتاع الاشياء محتاج دول محتاج شركات كبيرة فاحنا عندنا عاملين شوية ضرر شوية جواهر شوية الاميز انت عايز حد ييجي مش يشتري عشان انتو حسسين في الحكاية دي يشارك معاك يساهم معاك عامل شوية مواني نهاردة رئيس بيتكلم على مين يعني على على شاطئ بطول اسكندرية طيب الكلام ده مش مثلا هيجي شركة كذا او شركة كذا المصرية تستطيع انها تقوم بهذا انت محتاج دول فقاني الاوان دلوقتي ان احنا نقرر من هنا لاخر السنة نعمل مؤتمر لا الاستثمار مش مؤتمر علمي مش مؤتمر اقتصادي مش مؤتمر الناس لا لا تعالى عشان اوريك انا ماذا فعلت انا عامل ده واسألي اخي تعالى تيجي الشركة بمسا رئيس مجلس ادارتها وانطقي الشركات وعلى